اشتركوا في القناة وعقب تسجيل مصطفى محمد هدف التعادل خلع المهاجم المصري قميصه ووجه عبارات غاضبة تجاه دكة المنتخب الوطني الذي يقف خلالها حسام البدري وتدخل احمد حجازي وعدد من اللاعبين لتهدئة مصطفى محمد وعقب انتهاء المباراة التقطت كاميرا اللقاء مصطفى محمد اثناء وقوعه في مشهد موسف حيث قام المهاجم المصري بالبسق على الارض وتوجيه الفاظ نابية ضد شخص لم تظهر الكاميرا الامر الذي فصره الكثير انه يقصد حسام البدري خاصة بعد تفضيل محمد شريف عليه لللعب اساسيا في تشكيل المنتخب الوطني امام الجابون اشتركوا في القناة